من بين القصص اللي جيحتويها الكتاب ايه القصة الاقرب لقلبك او انت حاسس مش فكرة قصة النبي نفسه لكن حاسيت ان انت كتبتها بشكل جيد او يعني دي خدت حقها معك طبعا انا يعني اعتقد او احب يعني اقول عن نفسي ان انا ما اقصرتش بس انا بس بتيجي لحظة اداع كده بتحس ان انت بدع اه يعني في الكتابة في الحتة دي تحس كده ان التجليات كانت واضحة يعني كانت قصة سيدنا ابراهيم صراحة سيدنا ابراهيم عليه السلام كانت بديع ان انا كنت مستمتع بطريقة مش طبعية وانا بكت قصة سيدنا ابراهيم كانت حاجة عظيمة بصراحة وكصة سيدنا يونس حتى لما هو يعني فندف الظلمات ان لا اله الا انت الجزئية دي حتى في قصة سيدنا يونس يعني عظيمة ومهما بتقولك يعني بتخبك انت او انا اي حد بيتفرق بيقرأ او اي حد بتابع قصة سيدنا يونس بتخاطب لما تخش في الظلمات قوي او لما تخش في الدنيا تبقى ديئة عليك جدا فالسكة سبحانه واضحة وصريحة اه دنيا سهل وبسيطة فكانت هي قصة سيدنا يونس بصراحة او قصة سيدنا ابراهيم كنت مستمتع جدا وكان في زخم رهيب يعني انتظار رهيب لقصة سيدنا يونس من الناس من الناس هو كان على الفيس الناس بتقولك اكتب لنا عن كذا اه يعني انا مثلا مفروض انها ماشي بترتيب بس مثلا أنا في الأول فالناس لا يقول لك اكتب لي قصة سيدنا يونس فكان فيه انتظار شديد لقصة سيدنا يونس عليه السلام وفعلا لما بطيطت اكتب فيها كانت بديعة انت دارس أدابة وصوص المتصفة أنا أخرج كلية الأداب جامعة سكندرية قسم اجتماع قسم اجتماع وده برضو قسم مهم جدا أنت بتقترب فيه برضو من نفس البشرية موضوع في الدراسة يعني انها كانت موضوع خلتني عندي خبرة ومهارة كده في ان انا اقدر اتكلم عن المجتمعات الخير الشر حاجات كده استفدت منها في الكتابة بعد كده لكن يقال ان